بعد سنتين من وفاة الزعيم الروحي لمجتمع الكيرة جانج لاندان كاملا سيمون تأتي هذه التظاهرة الكبيرة للتفكير في من يخلفه ويتولى الزعامة الروحية وحماية التراث والمؤتقدات العرفية السائدة في المنطقة منذ أكثر من أربعة قرون الالتزام والتماسك الاجتماعي والوحدة والتضامن شعارات نادى بها العديد من المتداخلين خلال الحفل من بينهم غيان سوري الذي عدد مناقب القانلان ومكانته وعلى حسب نجل الفقيت مبارموشا مكريو عبدال إن الراحلة كان مثالا للتضحية ونموذجا للتمسك بالمبادئ النبيلة التي يتمتع بها مجتمع الكيرة ويعمل على ضمان نقلها إلى الأجال بصورتها الأصلية في مداخلتها بهذه المناسبة الوزيرة المندوبة لدى وزير المحروقات المكلف باستقلال الطاقة الدكتورة رحمة محمد أطواني ركزت على قضية توحيد صف أبناء مجتمعية توبري والكيرة من أجل تحقيق تقدم ملموس للتنمية في المنطقة والعمل على نبز كل الخلافات التي من شأنها أن تفسد العيش بتناغم بين أبناء الصعيد الواحد من جانبه محافظ مقاطعة موئيلي إسمايل أحمد حران أشاد بهذه البادرة التي يمكن أن تعتبر مؤتمرا ثقافيا للم الشمل وفرصة سانحة للتفاكر حول مستقبل هذا الإرس الحضاري المجيد وللإشارة فإن جانغلانك سيمون هو السادس الزعماء منذ القرن الثامن عشر ولد في العام 1939 وتوفي في العام 2021 موسيقى موسيقى